اهلا بكم مشاهدون الكرام في هذه الاطلالة الصباحية على اهم ما طلعتنا به صحف القاهرة والصحف العربية والصحف العالمية الصادرة اليوم من قضايا وموضوعات نبدأ كالمعتاد دائما بصحف القاهرة والبداية هذه المرة مع عنوين صحيفة الجمهورية مصر وروسيا مشاركة استراتيجية لأول مرة في تاريخ البلدين بوتين يقدم المعاهدة لمجلس الدومة للتصديق زيارات متبدلة للرؤساء واجتماعات سنوية لللجنة المشتركة مشروعات كبرى لتطوير سكك الحديدية بالمشاركة مع فرنسا تحديث خطوط أبي قير وضميات والمنصورة نتحول إلى عنوين صحيفة أخبار اليوم ونطالع منها شهادة دولية للتجربة المصرية الصحة العالمية تشيد بنجاح مكافحة فيروس سي نتيجة الثانوية العامة غدا ومائة واربعون ألفا في المرحلة الأولى للتنسيق الأسبوع القادم اطلاق منظومة المدينة الرقمية الأولى في بورسعيد من أبرز عنوين صحيفة الأهرام نطالع مصر تشارك في اجتماع الدول المساهمة بقوات حفظ السلام في الصومال مدبولي يتابع تنفيذ تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والبنزين العمل على ثلاث مراحل تبدأ أول سبتمبر وتنتهي في آخر ديسمبر 2022 انطلاق معرض توت عن خامون قصة حب لا تنتهي في بولغاريا معنا في هذا الجولة صحيفة المصرية اليوم ونقرأ منها خطة الحكومة لتنمية سيناء مناطق حرة ومجمعات صناعية بحث التعاون في النقل والطاقة مع الأوروبي لإعادة الإعمار رئيس البنك ملتزمون بدعم مصر في جهودها الإصلاحية الأعلى للجامعات التقدم للمسابقة المركزية والموحدة لطلاب الشهادات الفنية غدا من أبرز عنوين صحيفة الشروق نرصد مليار وخمسة وسبعون مليون جنيه مشروعات المرحلة الأولى من تطوير القرى وبدء تنفيذ المرحلة الثانية في المشروع في مائة وثلاثين قرية مع بداية العام خمسة وخمسون كيانا يشاركون في انطلاق مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج حالة من الترقب والأمل تسود الأسر المصرية في انتظار النتيجة المرتقبة للثانوية العامة رصدتها صحيفة الأهرام في افتتاحيتها حيث كتبت الصحيفة بكل الأمل العريض في المستقبل الواعد والمبشر والدعاء بالنجاح والتوفيق يترقب طلاب شهادة الثانوية العامة إعلان نتيجة الامتحانات الأهم في مسيرة الطالب التعليمية خاض الامتحانات هذا العام أكثر من ستة وستين ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية في مارث طويل وشاق على الأسر المصرية التي تنتظر بفارغ الصبر جني الثمار وبلوغ النجاح والحاضات الفرح بعد عام دراسي طويل وحانت الآن اللحظة الفارقة مملوئة بمشاعر من التفاؤل والتصميم على استكمال النجاح والتفوق في الجامعة نتحول معكم في جولاتنا الصحفية الصباحية إلى أبرز ما جاء بصحف العربية البداية من الشرق الأوسط مباحثات تركية روسية في أنقرة حول إدلب وأستانا جرينبلان للصحيفة لن ندفع أحدا لقبول خطة السلام الجيش الوطني الليبي يؤكد أن طرابلس تقترب من حضن الدول الوطن الحريري بالهدوء سنعالج أزمة أحداث الجبل نقرأ من الصحف الخليجية وتحديدا صحيفة الخليج الإماراتية الأطراف السودانية تجتمع اليوم لإجازة الإعلان الدستوري مصرع العشرات في اشتباكات وغارات في ريفي حماه وإدلب رصاصة إسرائيلية تستقر في رأس طفل بكفر قدوم النيتو يحذر من عواقب وخيمة بعد تسلم تركيا S-400 ونطالع من صحيفة الدستور الأردنية موسكو تدعو إلى سحب القوات الأجنبية غير القانونية من سوريا عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة بري إسرائيل تحاول خلق مزارع شبعة جديدة ولكن في البحر نعود مرة أخرى إلى صحف الخليج وهذه المرة مع صحيفة عمان التي كتبت الجيش السوري يستعيد سيطرة على الحماميات بريف حماه الشمالي مسؤول أممي يصف الأوضاع الإنسانية في مخيم الركبان بالمزرية الحكومة اليمنية تسعى لتصحيح مصار ستوكهولم والأمم المتحدة تندد بأحكام الإعدام ضد ثلاثين يمنيا في صنعاء من أبرز عنوين صحيفة اللواء اللبنانية نتنياهو يهدد غزة بحرب مفاجئة ومواجهات في الضفة الحريري من بعبدة لا تعطيل لجلسات الحكومة بارجة بريطانية ثانية تتاجه إلى مياه الخليج العربي مؤتمر للجامعة يبحث سبع قضايا أهمها القدس في مقال لها استنكرت صحيفة الخليج الإماراتية تصرحات نتنياهو الأخيرة حول أصل الفلسطينيين وكتبت الصحيفة تحت عنوان بضاعة نتنياهو الفاسدة كتبت تقول بعد احتلال فلسطين وتهجير شعبها في شتى المنافي والتنكيل بمن تبقى منهم على أرضها واستجلاب مئات الآلاف من المستعمرين وإحلالهم مكانهم جاء دور نتنياهو للتشكيك بأصل الفلسطينيين وارتباطهم بهذه الأرض عبر آلاف السنين في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي والترويج لبضاعة فاسدة لن تجد من يشتريها إلا ربما لدى إدارة ترامب وفريقه الجاهزة دوما للمصادقة على كل ما يقوله الإسرائيليون وهنا نود التأكيد على أن محاولات جرف الصراع عن مجراه الحقيقي لن تنجح ولن تفرض واقعا جديدا على الشعب الفلسطيني المتشبث بحقوقه في أرضه ووطنه نصل معكم إلى الجزء الأخير في جولتنا الصحفية والذي نخصصها عادة لهذه القراءة لهم ما طلعتنا بها صحف العالمية نبدأ هذه المرة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية والتي نطالع منها الرئيس دونالد ترامب يلتقي رئيس جواتيمالا جيمي موراليس في البيت الأبد الاثنين القادم لإجراء محادثات بشأن الهجرة والأمن أعضاء مجلس الواب الأمريكي يواجلون إدلاء المحقق الخاص روبرت مولر بشهادته من صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية نطالع شرطة بريطانيا تفتح تحقيقا جنائيا حول تسريب مذكرات دبلوماسية تضمنت انتقادات للرئيس دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكية تبنى إجراءا يهدف إلى تقييد قدرة دونالد ترامب على شن هجوم ضد إيران وذلك خشية الدخول في حرب غير مجدية من الصحف الأوروبية أيضا صحيفة لوموند الفرنسية وزير الخارجات الأمريكية مايك بومبيو يؤكد أن الولايات المتحدة نجحت في تقليص قدرة إيران على القيام بأنشطتها الإرهابية رغم تهديدات الولايات المتحدة أنقرة تتسلم صواريخ روسية والكونغرس يدعو إلى فرض عقوبات مقتل وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة في انفجار هز جلال أباد الأفغانية نرصد من صحيفة التايمز البريطانية روسيا تبدأ تسليم منظومة صواريخ S-400 لتركيا في تحدي لحلف شمال الأطلسي انتهاء حصار فندق في صومال والحصيلة 12 قتيلا على الأقل و30 جريحا هزة أرضية عريفة في الفلبين والشرطة تعلن أن 25 شخصا جريحوا فضلا عن تضرر عدد كبير من المنازل والمباني البييس الإسبانية واحدة من أشهر صحف الأوروبية ونطلع منها روسيا تطالب بسحب القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا بشكل غير قانوني الرئيس الصيني شي جيم بينج يدعو نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية المحطة الأخيرة في هذه الجولة مع صحف العالمية صحيفة والستريت جورنال الأمريكية ونطلع منها دونالد ترامب حملة مواسعة لترحيل المهاجرين غير القانونيين تبدأ نهاية الأسبوع الحالي مسلحون يهاجمون قاعدة حميمم الروسية في سوريا باستخدام طائرات بدون طيار بهذا مشاهدنا الكرام نصل إلى ختم جولاتنا الصحفية غدا بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة